ولد في حضن أم عاشقة للقرآن عوضت أميتها وحلمها بتعلم القرآن في وليدها الصغير وكان لها ذلك فأصبح بتوفيق من الله وبركة دعائها قارئاً وأستاداً في العلوم القرآنية المتسابق فضل أحمد أميد من أفغانستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لغلكم تفلحون واجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اشتركوا في القناة واسمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكون شهيداً علي الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام المتسابق فضل أحمد أميد من أفغانستان شكراً بزيلاً لكم على هذه التلاوة وننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد عصفور الكلمة لهم حياك الله حبيبي وحيا الله الأخ الكريم فضل أحمد أميد ما شاء الله القراءة رائعة جداً والأداء كان موفقاً وصدقاً استمتعنا بهذه التلاوة العطرة ولكن لا يخلو الأمر أيضاً من بعض الملاحظات البسيطة لعلها تكون فائدة لكم خصوصاً في المراحل القادمة إن شاء الله يغلب على القراءة اختلاس وتنطيط كثير في بعض الأحيان وأزمنة الغنن والمدود أيضاً يغلب عليها عدم الاتزان أو التساوي فأتمنى تنتبهوا لهذا كله لعله إن شاء الله في المراحل المقبلة يكون لكم حظ وافر إن شاء الله وأسأل الله لكم دوام التوفيق سيد حسنياً الحلو عزيزي الله يبارك فيك شكراً لك وشكراً للأخ فضل بارك الله فيك طبعاً فضل من الأصوات الرائعة جداً وحتى أداء من يؤدي أدي مصري متميز ومرتكيز راكز ولكن هذه الحشرجة اللي رافقتها ما أدري على قول السيد كريم رافقتها من الحدود اللي هنا نعم للأسف يعني سبب السفر أو الصيام أو كلهن أو بعض الأحيان تحدث بسبب بعض الأخوة مثلاً متعود على ميكروفونات معينة وغير متعود على الريفيرب وبعض الأفكتات الاحترافية الحديث بعض الأحيان هكذا وبتلاوه بزمان فممكن يعتمد على إيده بهذه الطريقة أو الطريقة الأخرى ممكن يتلافى هذا الموضوع ولكن فضل يعني مستوى أعلى مما أدى الآن ومع ذلك هذا الأداء جميل جداً وشكراً لك يا حبيبي فضل شيخ أمر لكم الكلمة فضل أحمد ما شاء الله عجبتني ويعني في أدائك وحضورك وقراءتك وتفاعلك مع الآيات وهذا الذي نريده من القارئ أن يكون حاضراً وأن يكون فاهماً لما يقرأ ومتدبراً لما يقرأ ومتفاعل مع ما يقرأ وهذا الذي لاحظناه فيك فضل ما شاء الله كنت رائعاً لا أضيف ولا أزيد على ما قال شيخي وأستاذي محمد عصور بارك الله فيه فقط ملاحظة خفيفة بالنسبة لحرف الهاء يعني في قراءة التحقيق غالباً ما يكون النفس قد انتهى فيتصرف في حرف الهاء فنسمعها عبارة عن همزات مسهلة هذا تحتاج إلى دفع الهواء بارك الله فيك احسنت تلاوةً واحسنت صنعاً السيد كريم موسى لكم الكريم أستاذي فضل كما تفضل سيدنا الحسنين نحن نعرف فتقانك وسلطنتك وحرفيتك ولكن ما أعرف يعني إن شاء الله الله سبحانه وتعالى عينك بالآتي لا تتكرر عليك هذه صوت صافي غفلات موزونة وصحيحة وأدعم الله سبحانه وتعالى بأن إذا هذا الشيء بس اليوم يتكرر لا يتكرر نوبة ثانية يا حبيب قلبك إن شاء الله إن شاء الله يكون عارضوا إنك إن شاء الله إن تشيزي كي أمروز اتفاق أفتاد برأي برنامي في نالة اتفاق نايف إن شاء الله وهذا مشترك شكرا رائع وجميل شكرا 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 وجدك اسمه أوميد والأوميد هو الأمل فكلك أمل إن شاء الله شكرا ملاحظة بسيطة وفيها شيء تفسيري أنت تجاوزت وقفا جيدا وعدلت عنه إلى وقف غير جيد في قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل يعني من قبل هذا الكتاب من قبل القرآن وفي هذا أي في هذا القرآن فكان يعني معظم أو يعني جل المفسرين وقفوا على من قبل قالوا أن يعني هذا القول إما لإبراهيم أو لله سبحانه وتعالى واختلف فيه المفسرون فلو وقفت على من قبل أو في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم أنت وقفت على عليكم وهذا يعني تجاوزت الوقف الصحيح لكي تبين المعنى الأدق والأفضل والأحسن ولكن تلاوتك كانت جيدة وإن شاء الله تستمد من أبل فضل فضلا كثيرا شكرا لك إن شاء الله الأستاذ عماد رامي لكم الكلمة فضل لقد تفضلتم علينا بقراءتكم حلو إن شاء الله كأني أراك أن ما لك مرتاح يعني بالقراءة أو بأجهزة الصوت أو شيء ما بعض يعني أنت أنا سمعانك قبل هذه المرة كنت أفضل من هيك بس إن شاء الله الأيام القادمة بالمرحلة الانتقالية تكون تقدم أفضل إن شاء الله نرتشف معهم الجمال لحنا وترتيبا شكرا جزيلا لكم يا فضل من أفغانستان شكرا جزيلا حياكم الله تفضل أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخي خضر